احدث الفنان الكويتي عبدالل رواشد ضجة واسعة بين المتابعين في مواقع تواصل اجتماعي بسبب طريقة نعيه لزوجته وأم أولاده اقبال رواشد والتي ودعت على من السبت حيث قيل ان وفاتها جاءت بعد صراع مع المرض اذ لم يذكر رواشد في نعيه كلمة زوجته ما أثار تساؤلات لدى البعض ودون عبدالل رواشد تغريدة عبر حسابي في تويتر ثم شاركها عبر حسابي في انستجرام فضل خلالها ان يذكر الراحلة اقبال خالد عبدالله صالح رواشد ام خالد عبدالله رواشد بابنة عمه وام أولاده قائلا انتقلت الى رحمة الله تعالى ابنة عمي وام أولادي مضيفا دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة ان لله وانا اليه راجعون ودار حديث بين بعض المتابعين عن سبب عدم ذكر عبدالله رواشد لفظ الزوجة اذ تحدث البعض عن انها ليست زوجته بل طليقته وهو الامر الذي لم يسبق تناوله فيما اعتبر البعض ان لفظ ابنة عمه وام أولاده له معنى اكبر عند عبدالله رواشد حيث حملت التعليقات لكثير من تساؤلات التي واجهها البعض بان الحديث عنها لا طائلة منه في ظل وجود حالة حزن لرحيل زوجته من جانبه دون خالد رواشد ابن عبدالله رواشد خبر الوفاة عبر حسابه في تويتر وانستجرام من خلال مشاركته كلمات النعي كاشفا ان دفن جثمان والدته تم بعد صلاة العصر في مقبرة السليبخات بالكويت وفي الصياق حرص عدد من نجوم الفن على تدوين كلمات من خلال تعليقات وتغريدات عبر حسابهم في مواقع تواصل اجتماعي من بينهم النجمة اللبنانية نجوة كرم حيث غردت عبر حسابها في تويتر قائلة ان شاء الله بتسلم ابو خالد العزيز وتكون ختمة الاحزان ومن الذين تركوا تعليقات المواسات وطلب الرحمة والمغفرة لزوجة عبدالله رواشد سواء عبر تويتر او انستغرام تركي اهل الشيخ جورج وصوف راشد الفارس اصيل ابو بكر فهدل عبدالله وليد سعد بشار الشطي شكران بورتجة وبسام الترك الجدير بالذكر ان عبدالله رواشد كانت بدايته الفعلية بالفن من خلال فرقة رباعي الكويت وكان عازفا ايقاعيا في ذلك الوقت ثم اصدر اول اغنية خاصة له سنة 1980 بعنوان انا سهران وكانت من كلمات الشاعر الشهين ومن الحان شقيقه الملحن محمد رواشد وبعد ذلك اعجب بصوته الملحن الراحل راشد الخضر واختاره كي يلحن له اول اغنية والتي اعلنت عن ولادة نجم جديد حيث غنى الفنان عبدالله رواشد اول البوم له في سنة 1983 وهي اغنية رحلتي التي قام بتلحينها الراحل راشد الخضر وصاغ كلماتها الشاعر الكبير عبداللطيف البناي اشتركوا في القناة